يا مسائل جمال النهاردة في قناة الصحة والجمال في برنامج عيادة الصحة معاك ودكتورة بسمة المحراس استشاري صحة نفسية ومدربة برمجة لغوية عصبية هنتكلم عن موضوع جديد قوي اسمه النطج السلوكي يعني ايه النطج السلوكي؟ يعني سلوكياتنا في فترة الأخيرة بدأت تنضج بشكل كبير قوي بسبب الأزمة اللي احنا مرنا بيها عالمياً أزمة فيروس الكورونا الفيروس علمنا حاجات كتير قوي يعني طول الفترة اللي فاتت بنتكلم عن الفيروس نحمي نفسنا منه ازاي؟ أعراضه ايه؟ نقعد في البيت؟ نلتزم؟ طيب هل بدأنا نتكلم عنه بشكل إيجابي شوية؟ هل بدأنا نتكلم عن المسج أو الرسالة اللي الفيروس ده وصله لنا أو لربنا سبحانه وتعالى وصله للناس كلها عن طريق فيروس مايتشافش بالعين؟ الحقيقة لا أم حدش فكر فيها كده كل الناس فكرت أنه هو بيقدي إلى الموت أنه هو بيقدي إلى مرض شديد جداً إزاي أحمي نفسي إزاي منزلش من البيت وهكذا طيب بما أننا عايزين نوصل رسالة إيجابية شوية فهنتكلم إيه الإيجابيات اللي طلعنا منها من الفيروس ده؟ أول حاجة غيرت السلوكيات في بيوت كتير قوي زي مثلاً شباب كتير كان 24 ساعة عاديين على الأهابي والكافيات ده كان سلوك خاطئ جداً وسيء جداً الفيروس ده بالفعل غير كل السلوك ده بدأت الناس بدأت تهتم شوية بالبيت بدأت تهتم شوية بأنها تصقف نفسها بدأت تهتم شوية تشوف مشاكلها تشوف حياتها اللي متجوز يشوف بيته وأولاده ومراته بدأ يشوف الالتزامات اللي عليه بدأ يشوف الحاجات اللي ما كانش يعرف عنها أي حاجة كان طول اليوم قاعد على الكافي أو بيلعب بلاي ستيشن مع صحابه أو صهران في أي مكان ومراته هي اللي شايلة كل المسؤولات تم دلوقتي لما قاعد بدأ يكتشف علاقته بزوجته إنها إزاي تتحسن لما قاعد في البيت بدأ يكتشف علاقته بأولاده إزاي تتحسن بدأ يدور إزاي يقرب منهم أكتر الخطوة الأولى للبيبي بتاعي السنة دي طلعت الحاجات دي فعلا ما كناش بنلاحظها في الأزواج إن هما ياخدوا بالهم منها أو إن هما يعودوا في البيت بشكل عام يمرز دوره كأب وكزوج دي من السلوكيات اللي غيرتها فيروس كورونا السلوكيات التانية المهمة جدا اللي كانت منتشرة برضو الفترة اللي قبل الفيروس وكانت وحشة قوي ما كانش فيه تمام شوية بالنضافة الشخصية يعني كان الواحد بينزل يسوق عربيته أو يركب المواصلات أو يركب الميكروباس ولا المترو أيا كان الحاجة اللي هيركبها ماسك الدركسيون أو ماسك مقبض العربية أيا كان بيركب بياكل بإيده عادي جدا من غير ما ياخد باله بيمسك الكيس الشبسي ولا كيس البسكوت ولا أيا كان المنتج يفتحه وياكل بإيده عادي جدا ما حدش كان بيركز قوي في التفاصيل الصغيرة دي كانت الناس عايش حياتها بتلقائية رهيبة فجيه فيروس قال لك لأ أنت مفروض تخسل إيدك أنت مفروض تهتم بالنضافة شوية أنت ما تعرفش إيه اللي كان على الكيس أنت ما تعرفش إيه اللي كان على أكرة الباب حاجات بسيطة كده بدأنا ناخد بالنا منها الفترة الأخيرة الناس بدأت تخسل إيديها كتير الناس بدأت تلبس جلافز لو هتلمس حاجات كتير عشان إيديها متتلوثش أو على الأقل بترشك حل على حاجة دي حاجة مهمة جدا طيب الحاجة دي لو بس تأملنا فيها كده شوية هنلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى من الأول خالص قال لنا نضافة من الإيمان وكمان فرض علينا خمس صلوات والخمس صلوات بالوضوء والوضوء أنت بتوضي أول حاجة بتخسل إيدك ثلاث مرات فكت حاجة مهمة جدا أن احنا نربط ده بدأ أن ربنا بيبعث لنا رسالة بيقول ارجعوا للحاجات اللي أنا قلت لكم عليها وانتوا مش هتتصابوا بأي مشكلة خالص أنت بتخسل إيدك بتخسل وشك بتتغرغر بتستنشأ بتعمل كل اللي ربنا قال عليه للوقاية قبل ما هو يكون للطهارة أو للطهور فكل الحاجات دي الحقيقة الفيروس جي علمها للعالم كله علمها للطفل الصغير قبل العجوز بنخسي إيده كذا مرة ونتك على إزاي يخسي الجوه الضافر ونهتم بالضافر وتتقصه ونهتم بأن احنا ما نقولش ورا الحاجة طيب ما قول دي نظافة من الإيمان ما قول دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى أكد عليها في كل صلاة أن احنا نعملها طيب إيه السلوكيات التانية كمان اللي اتغيرت عندنا مستنية اتصالاتكو على الأرقام اللي هتضر على الشاشة عشان تشاركوني إيه اللي اتغير عندكم في السلوكيات بعد فيروس كورونا كمان الفترة الأخيرة إن الفيروس لما ظهر الناس بقى اتخاف قوي على منعتها طيب إحنا ليه ما عملناش ده من البداية ليه من البداية ما كناش بنهتم بأن احنا ناخد فيتاميز ليه من البداية ما كناش بنهتم إن احنا ناكل كويس ليه من البداية ما كناش بنهتم إن احنا نلعب رياضة هو مش الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى قال برضو إن احنا ناخد بالنا من صحتنا وناخد بالنا من جسمنا وإن ده أمانة معنا اتصال دلوقتي من أم يوسف أزايك يا أم يوسف سلام عليكم عليكم السلام عاملتي حبيبتي يا دكتورة الحمد لله بخير أنت عاملة إيه تعمل الحمد لله قوليلي عاملة إيه في الحظر الحمد لله يا دكتور أتخذتنا بفرحة يعني زهقتي ولا لسه زهقنا والله يا دكتورة قوليلي مرتي بالمرحلة اللي فاتت دي يعني احنا إن شاء الله هو الدنيا بتفتح واحدة واحدة وإن شاء الله قريب بإذن الله نسمع أخبار كويسة جدا إن الفيروس راح وإن الدنيا بيت أحسن كتير قوليلي بقى الفترة اللي فاتت دي اتعلمتي إيه والله إحنا زي ما انت قلت في حظتك يعني كنا بنتعامل بتلقائية يعني وما كناش ناخد لبنا أدك التفاصيل يعني دلوقتي بجينا ناخد لبنا في كل حاجة لو إحنا خرجنا وجينا على دول بنخش على الحمام على دول نغسل إيدينا زي كده جبل ما نأكل جبل ما نشرب نزلنا دخلنا على دول يعني أخوص تهمنا بالنظافة الأكتر راول فالحمد لله يعني هو الموضوع يعني نقوله ضار ونافع في نفس الوقت يعني صحيح أنت متجوزة يا أم يوسف متجوزة معي خمس أقصى والله يخايف عليهم مش عارفة أعمل أيام ربنا يباركلك فيهم يا رب طيب قوليلي بقى لما قاعد في البيت ما بقاش ينزل بالليل فرقت معاك في إيه؟ والله إحنا كنا فاتحين كفهين بصراحة يعني فالحمد لله رب العالمين يعني هو يعني ربا ضرت الناس أكيد أكيد طبعا يعني بيجي في اجتماع زي كده والحمد لله رب العالمين يعني يعني هل بدأتوا تحسوا بالأسرة تاني أنه هو أب قاعد في البيت لا من أولاده حواليه بدأ يحس بكونه كأب وزوج بيتفاعل معاك وهل ده بدأت تحسيه تاني في الفترة الأخيرة؟ والله إحنا الحمد لله رب العالمين يعني خوفا شهرة مضاعم كنا نخش المطبخ نجاهة أكل كلنا مع بعض الحمد لله ماشاء الله حاجات حتى راها مكناش طراحة حسينها يعني بالشغل وزحمة الحياة وكده يعني ماشاء الله طيب والأولاد أنت بقى وانت قاعدة متواصلة معهم في البيت كده حسنتي فرق؟ وانا يا رب نرسم بنذاكر بنرسم بنفسلة يعني ها نماش يومنا كده الحمد لله الحمد لله أنا مبسوطة بمكلمتك جدا يا أمي يوسف الله يخليك أنا بس أعمل إيه مع أطفالي يعني أنا عندي نسن سنتين لتنطراشر سنة أعمل إيه؟ التعليمات اللي بتقول عليها داكاترة هي اللي بنمشي عليها طول الوقت الفيتامينات اللي بناخدها فيتامين سي والزينك وفيتامين ديل وانحنا ننام كويس انحنا نلعب رياضة انحنا نخسل إيدينا كذا مرة كل ساعة يمكن نخسل إيدينا كويس جدا انحنا نهتم بالكحول لأن زول ما ينفعش يكون من غير كمامة وجوانتي التعليمات العادية جدا اللي بتحفظ على النظافة رجعت من برا انت بتقلع الحزاء بتاعك على باب الشقة قبل ما بتدخل وجري على الحمام بتقلع الهدوم اللي انت لابسها وتخسل إيدك ووشك كويس جدا خلاص بعد الشر حتى لو كان على هدومي فيروس أو أي حاجة هي مش معايا دلوقتي خلاص يا رب ان شاء الله نعمل يا دكتور ان شاء الله اتإذن لنا رب نازح العمى يا رب عن بلادنا وملاد المكانين يا رب ان شاء الله مبسوطة باتصالك معانا اتصال من دكتور شريف ازاك يا دكتور أهليم أهليم ازايك الحمد لله بخير أخبار كله تمام الحمد لله ووراكي في أي مكان احنا ايه الأحوال كدو كيف انتوا دايما معايا مش ورايا اكيد ايه الأحوال كله تمام انا شايف ان يمكن الناس عندها بقى وعيدين سبحان الله يعني يا رب نسوه تعالى عملنا عادة تأهيل تالي من الأول وجديد كويس تحياتنا بس يمكن انا كمان كنت عايز اسمع منك لو النهار دا النقلة الحضرية دي اللي حصلت لنا او النقلة النوعية اللي حصلت للكوكب كله فيه ناس ما استوعبتهاش وجالها اكتئاب الكثير دي يخرجوا منها ازاي تمام لان دا ما كانش وعي موجود أصلا عندنا صحيح يعني الوعي اللي هو فكرة ان انا ابقى الزامي قوي في فكرة النظافة وفيه ناس عندها حسس النظافة أصلا لكن فيه ناس ما كانش عندها ده الوعي ده يعني كان عادي يا سايبها على الله كده يعني ده هي الناس العادية زي ما تيجيين فالفكرة نفسها اننا ان الله كدنا نأكل من الشارع عادي وما فيش مشكلة والدنيا عادية فالوعي ده عمل اكتئاب عند الناس كتير صحيح ازاي يخرجوا من القصة دي الفكرة نفسها في الجزئية دي ان النهال ده احنا لازم ناخدها على حسب ايه يعني ناسي بتاخد الحاجة دي على انها امر صحيح يعني ان انت لازم تغسل ايدك لازم مش هرسل ايدي فيه ناس بتاخدها بعيني لا مش غسل ايدي لا انا مش هعمل مش هكسل وشي وسبحان الله هو المتضرر يعني هو المتضرر صحيح فجلم يوصله ان في النهاية ان انت اللي هتتضرر يعني الناس دي مش بتديك امر الناس دي بتطلب منك رغاء صحيح بتطلب منك انك ما تقذيش نفسك وتقذي اللي حواليك ما انت مش هترقى مبسوط لا اولادك تعبو صحيح يعني مش هترقى مبسوط لو انت ولادك لقدر الله حصلهم حاجة او زبطك حصلها حاجة او امك الكبيرة في السنة حصلها حاجة صحيح فانت متاخدش الامور بعند الثقافة اللي هو لا انا عادي ايه مش كده يعني حتى ولا حاجة بكوحة او حاجة بحاجة ده شوية كوحة عاديين حتى لو هم شوية كوحة عاديين بس انت النهاردة في ابنك معك في البيت في ابن اخ ديك بقى مصري اقعد جنبك في مكروباط اقعد جنبك في اوتوبيس اقعد جنبك في مواطلة انت ده هتأذين صحيح القصة يا جماعة ما هيش امر ما هيش امر احنا بنزوره من حد احنا محتاجين بالفعل الوعي ده يتغير احنا محتاجين ان احنا نستوعب كل حتى بتحصل بصدر الرحل صحيح مش عايدينها بعنجهية ولا بفعلوة ولا بكلام ده كله اللي تقبل عليه اعمله اللي انت شايف ان انت هترضي دميرك قدام ربنا اعمله من غير بقى ولا عنجهية ولا احنا بنقول لك مش عارف ايه يعني احنا قبل من الله صحيح من قوائل الدول اللي القدرة تتغلب على الموضوع بكل سهولة ويسر صحيح من فضل الله بس احنا ما يبقاش بقى نوصل لمرحلة العند لان العند بقى لا انا مش همشي بداخل العند بيولد الكفر يعني هو هيعند وهو اللي هيتأذي في الاخر ده حقيقي انت في النهاية انت اللي هيتأذي هنعمل جروب سيرابي عن الموضوع ده انا وانت يا دكتور قريب اكيد يلا بينا اه طبعا يلا بينا والله الجد انا جاهز يعني نبدأ نعمل حاجة علاجية كده بسيطة مبسطة لان فعلا الناس مش مستوعبة اللي حصل الموضوع شوية حسيت ان هو يعني انت عارفها اللي بيتصب الموضوع بقيه اللي بيصب الاكتئاب صحيح يعني معظم الناس اللي عندها هسس النظافة هي للصاب اللي هي عندها دايما انا هسل النظافة ده الوسوات ده القهري ده لان هو دايما بيقى خايف في الطبيعي فبيحصل له انه بيتصاب او بيقول لك اللي بيخاف من عقيته يطلع له ودي حقيقة هنتكلم على موضوع الناس اللي تصابت باكتئاب وهنتكلم كمان ان ازاي اتنا حسن منعتنا عن طريق الحالة النفسية بتاعتنا ازاي نقوّل منعتنا عن طريق الحالة النفسية بتاعتنا بالضبط فانت اللي هنزة كل الامور ببساطة سيبها على الله سبحانه وتعالى انت اللي هنزة اعمل لعليك وسير إزايها على الله ان شاء الله صحيح يا دكتور يعني انا سعيد جدا جدا انا سعيدة بمشاركتك جدا الله يسلمك يا رب مرسي لحضرتك مرسي يا دكتور معانا تليفون تاني من عادل سلام عليكم عليكم السلام ازاي حضرتك يا عادل استاذ عادل الله يخليك رضيك يا رب الله يخليك اعرفني انا حضرتك بتشتغل ايه انا بشتغل تاجر اعرفني بقى ازمة الكورونا كده جات عليك عملت لك ايه اوصع بشاركة اهلا بحضرتك انا مرت بظروف كورونا حضرتك تصفت تمام اعرفتك انا اتقامت الظهور سوخنية اه اسهل اه اتصلت احد الاعطباء المحترمين جدا لان كان في وقت متأخر من الليل وده راجل مدير المستشفى محترم يعني ممكن اقول اسمه يشكر انه رد علي من الليل متأخر وكتب لي على علاج وقال لي امزل لأقرب مستشفى حميات نزلت لأقرب مستشفى حميات فعلا وراجل كتب لي برستومين وفيتامين سي ودغت الأولاد داخلوا على بال ما جابوا سوء بتاعي المهم حضرتك يعني مش هذا اقول لك الوقت اللي انا كنت فيه وروفت مستشفى الحميات وقالوا انت همدي لك العلاج ده يعني حضرتك عملت تحليل وتأكدت انها كورونا بالفعل ومرت بالتجربة الصعبة طلبوا مني التحليل ده قدر قدر مفاجأة لحضرتك اللي هتخدم العالم كله اه تفضل المهم معي سواء فقال لي عادلبيه بعد اذنك انا على بتاع الخضار اللي موجودة وقاب لي قرن شطة اخضر اخضر حرق جدا قال لي تأكل ده دلوقتي فورا ده مين اللي قال لي حضرتك المعلومة دي؟ يسواء يسواء اللي موجود معاية بتاع العربية ما نقدرش ما عليش استاذن حديك يا استاذ عادل ما نقدرش نقول اي نصايح مش طلع من طبيب لان ما عليش الموضوع مش هزار الموضوع مش بنقول تجارب وجرب ده وجرب ده يا فندم يا فندم انا بتكلم في تجربتي انا مش بقولها للناس ان ياخدوها او حاجة زي كده انا على حضرتك حاجة مر ادنيها انا واكلت القرن ده الشطة اللي قال عليه لغاية مجال زغطة ودموع من انايا تماما بعدها لاحسك باحتقام في الظهور ولا بسخنية تاني ولا اي حاجة وبقالي النهار ده على حضرتك انا معايا الالاج اللي كاتبوا لي وجبته من مرة انا مفتعلتوش لغاية النهار ده وراح هندي السخنية والاحتقام بتاع الظهور ده هل دي كان نتيجة ده ولا من عند ربنا اه معايا بس فانا بتكلمت في النقطة دي ادي كان نستاذ اطباء في تنورة مصر عربية ومعشات زغطة خاضل تمام وناس قيمة وقامة ويعلموا الكثير عنها معايا اقل طبيب في مصر يحترف بروفيسير براك احنا بنشكر حضرتك جدا يا استاذ عادل والف سلامة على حضرتك طيب احنا هنتكلم زي ما دكتور شريف قال انه في ناس كمان مرة تتكلم الفترة الاخيرة دي باكتئاب لان هما بقالهم اربع شهور تقريبا قاعدين في البيت ما بيعملوش اي حاجة طيب احنا هنسم الموضوع ده على شقين الشق الاولاني ان في ناس بالفعل اشتغلت على نفسها كتير جدا وهنقول ازاي نعمل ده والشق التاني ان هما اتصابوا بالاكتئاب طيب اتصابوا بالاكتئاب ده ليه؟ ليه تصابوا بالاكتئاب؟ لان هما كانوا دايما معلقين سعادتهم وحياتهم على حاجات خارجية يعني مثلا انا بفرح لما بخرج انا بفرح لما اروح النادي انا بفرح لما انزل السينيما كلها لحاجات خارجية فلما الحاجات الخارجية دي وقفت وتقطعت انا بدأت احس بتعاسف ما قدتش معلقة سعادتي ابدا على ان انا علي انا بنفسي زي مثلا ايه؟ زي ان انا اقرأ كتاب ده هيديني سعادة زي ان انا اسمع مزيكة في البيت ده هيديني سعادة زي ان انا عد مع اولادي اتكلم معاهم ده هيديني سعادة اربط السعادة دايما بحاجات قريبة منك ولزق فيك يعني بمعنى اصح وربطها بنفسك انا سعيدة بنفسي كده من غير اي حد معايا انا بس كده مبسوطة خلاص الحمد لله انا بس كل ما اتفكر نعم ربنا فيها بابقى مبسوطة لما اقرأ كتابة بابقى مبسوطة لما اقرب من ربنا او اصلي شوية وادعي بابقى مبسوطة لما اعمل اكلة صغيرة كده في البيت وارصها بشكل حلوى هبقى مبسوطة انا مبسوطة الوحدي مش مستنية ان انا اخرج اروح اعد بالتلات اربع ساعات في النادي اروح مثلا اعد على الكافية قد كده كل الحاجات دي جميلة وترفيه وكل حاجة بس متبقاش هو ده العامل او المحرك الاساسي اللي بيؤدي للسعادة ومن غيره ان الحياة بتوقف وللسبب ده الناس الفترة الاخيرة اصابت مش عايز اقول مرض اكتئاب لان كلمة مرض اكتئاب ده كبيرة شوية هي حالة حالة اكتئاب بيبقوا زهقانين ما بيعملوش حاجة مخنوقين طيب الناس اللي طورت نفسها بقى الفترة اللي فاتت دي وبدأت تاخد كورسات في البيت وبدأت تطور من نفسها شوية بشوية وبدأت كمان ان هي تقرأ اكتر عملوا ده ليه؟ لان هما قريدي الناس دي عندها شوية وعي عندها شوية ثقافة ان مش معنى ان انا مش خارج فانا قاعد ما بعملش حاجة لان انا باكل وبشرب وبناء طيب الناس دي قريدي تشتغل على نفسها كتير فاستغلت خدوا بالكوا كويس قوي من استغلت دي استغلت الفيروس واستغلت الاعدة في البيت واستغلت انه ما فيش شغل وما فيش اي حاجة عاملها بان دي فرصة قوية جدا ليا ان انا اعمل حاجات كتير اطور بيها نفسي معانا ام عائشة السلام عليكم عليكم السلام ازاي حضرتك اهلا بيك الحمد لله انا عايزة اقول لحضرك التجربة يعني انا الصراحة كنت الاول بتابع الاخبار كتير وكنت 24 ساعة قدام الاخبار عايزة تابع ايه اللي حصل ايه اللي جارة فكت اعصابي تعبنة جدا طبعا وكت تعبنة جدا فعلا نفسيتي تعبت وكت باحلم بكورونا وحسة ان انا عندي وكت حالة غريبة بتهيلي جالك تقات فعلا فجت يعني فضيت نفسي موضوع الاخبار ده خالص بقيتش اسمع اخبار خالص بسمع كده الاخبار عن طريق حاج بقيت قربت من ربنا اكتر ناس كتير فعلا عملوا كده يعني حسوا ان الموت بقى اقرب خلاص يعني كأنه خلاص على باب البيت يعني فحاولت اقرب من ربنا اكتر وناس كتير عملوا كده فحسيت فعلا ان عصابي هجيت كتير يعني مية درجة بفضل الله وبقيت ابعد عن اي حد بيقول لي اي اشاعة يعني الاشعاعات فعلا كترت اوز زمن الكورونا ده كذا حصله ده المستشفيات مش عارف ايه بقدروا يكبروا الموضوع قوي فانا فعلا بعدت عن اي اشاعة ممكن تدمر اعصابي فعلا اعصابي يعني اتدمرت وقصرت على زوجي وقصرت على ولادي وكتحاتم بجد صعبة صحيح فانت استفدت من المرحلة اللي فاتت دي بان ده زادت قرب من الله سبحانه وتعالى فضل الله وناس كتير عملوا كده فعلا الحمد لله مرسيليك ومعنا تليفون تاني الو الو ايوة مساء الخير مساء النور اخبار حضرتك ايه اخبار حضرتك ايه اهلا استاذ محمد عمل ايه ازاك ايه ايه اخبار الحمد لله بخير حضرتك مستبعك نجمان جدا والله وطلحان جدا حديثك بزهرنا كتير مشاء الله اللي حياتك الله يخليك يا محمد تسلم الله يخليك حال حياتك بس عارفة طبعا ان في حظ وفي قعدة في الديد وفي يعني المشنونة الخاصة وفي حركة وكل الجيمة القفلة وكتا فسعني بحيك بس تتأهلي عندنا البيت عندنا المدائم عندنا اللي اتأت حاضر عناي هقول رسالة للمدام حارض طب هي بتعملك اكل ايه محمد مكرونة بشامل بقى والمحاشي وقعدين بالاكل يعني يعني ما شاء الله يعني هي فضل احنا بلايه ريحة ناكل والناس طب هده اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان احنا نستغل عادتنا في اي حاجة تفيدنا بدل ما طول ما احنا عادين بناكل والناس بس معه يا فندي محددسها وكيعمل كل البروامج ان احنا نستغل 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 الاستغلال ايه بقى يا فندي اللي احنا عايزين نعرفه الاستغلال نحنا عايزين نعرفه حاضر هنقول ما نقولته وهقول تاني حاضر قلت ان احنا ممكن نقرأ كتب ممكن ناخد كورسز اونلاين ممكن ان احنا نقرب من ربنا اكتر لان كانش عندنا وقت لطول الفترة اللي فاتت هلكة من شغل للشغل التاني الواحد ما بيكونش عنده وقت ان هو يعد يدعي كده ويسبح ويعد قاعد الذكر بينه وبين الله سبحانه وتعالى ممكن يكون كان فيه كورس مأجل ومش عارف ياخده علشان خاطر شغله ما عندوش وقت ممكن يكون كان فيه رياضة مش عارف يعملها مش معنى ان الجيم تقفى انها معاملش رياضة في البيت قولي المدام اسمها ايه عشان اوجه لها رسالة اسمها امو محمد ان شاء الله حاضر رسالة يا امو محمد ان احنا ممكن نعمل اكل في البيت او نشترك فيه بحاجة جميلة جدا بس سواء فيه كورونا او مفيش كورونا بروح الجيم او ما بروحش الجيم ده اللي احنا بنقوله بقى ان احنا نتعلم نستفاد من المشكلة اللي فاتت بان احنا نطلع بعادات صحية كويسة النطج في السلوك بمعنى ايه بمعنى ان انا اكل 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 صحي طول الوقت ما انا حافظ على مناعتي طول الوقت ليه لازم يكون فيه جنبي طبق سلطة لازم يكون فيه الوان كتيرة عندي في الاكل لازم يكون فيه طبق شربة خضار الفكهة مهمة جدا 3 لتر مية في اليوم مهمة جدا كبايتين مية عريق كل الحاجات دي مفيدة للجسم مفيدة للصحة الناس بتقول مفيش جيم هلعب رياضة فين لأ انت ما تتلككش انت ممكن بتدفع اشتراك الجيم وتقول هدفع سنة عشان التزم وبتروحش غير مرتين فمحدش يقول لي عشان الجيم قافل انا مش عارف ألعب رياضة لا الكلام ده مش صحيح اللي عايز يلعب رياضة بيلعب رياضة ان شاء الله حتى يطلع السلم وينزله من ناحية ان احنا نطور نفسنا احنا فقدين جدا ان احنا نقرأ احنا بيقولوه دلوقتي في اليربيس ان احنا وقتنا خلص فانا كان نفسي اكمل معاك وكلام كتير قوي بس هديك ونبزة كده في الاخر يا ريتي جماعة واحد اتنين تلاتة كده نكتبهم وراء بعض اول حاجة لعب رياضة ما نوقفوش سواء في جيم او مفيش نلعب رياضة في البيت ان شاء الله بحركات بسيطة ان شاء الله حتى ان احنا نلعب على السلم نطلع وننزل حاجات بسيطة جدا احنا نلعب مع الاولاية حتى في البيت دي لعتبر حركة الجسم كباتين مياه على الريق دي مهم جدا شرب المياه باستمرار وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي المياه مهم جدا تلاتة لتر مياه في اليوم طبق الصلطة والفكهة الكتيرة مهمة جدا جدا الفيتامينز لازم اخدها باستمرار واحنا عارفين جدا في فترة دي انه فيتامين سي والزينك والدال مهمين جدا طور نفسك نفسيا بتشوف ايه اللي يسعدك وعمله ما بتحبش الاراية اسمع اغاني عايز تسمع محاضرات اسمع محاضرات عايز تحضر كورسات اولاين اهلا وسهلا عايز تتواصل مع قريبك اللي ما قدتش بتتواصل معهم اهلا وسهلا عايز تقرب من ربنا اهلا وسهلا في حاجات كتيرة جدا ممكن نعملها اقرب من اولادي اقرب من زوجي فيه ناس عندها هويات زي التفصيل وهكذا والطبخ وا 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 بس بأكد ان الطبخ يكون صحي انا متشكرة ليكو جدا ومتشكرة على اتصالاتكو متشكرة على متابعتكو واشوفكو في حلقة تانية ان شاء الله في موضوع جديد واهلا بيكو